بالمناسبة على هامش هذه الزيارة التاريخية كان فيه تبادل للدروع والهدايا للتسكرية ما بين مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وزي ما احنا شايفين على الشاشة يمكن درع نادي الزمالك اهداء من مجلس ادارة النادي الزمالك لرئيس مجلس ادارة النادي الاهلي وكذلك كان فيه تبادل للدروع وشعار النادي الاهلي وهداء من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تبادل الدروع على من ناديين ده تأكيدا بالتأكيد على العلاقات القوية والوطيدة اللي بتجمع الناديين الكبيرين وأعتقد كمان درعي كمان تكريم كده من مجلس إدارة نادي الزمالك للكابتن محمود الخطيب القيمة الكبيرة والقيمة التاريخية للنادي الأهلي والرياضة والقرى المصرية بشكل عام في السنوات الماضية صورة جميلة جدا نتمنى تقرارها ما بين كل الأندية مش الأهل والزمالك بس ما بين كل الأندية أعتقد الصورة دي بيبقى لها تأثير إيجابي على الشارع الرياضي وعلى الشارع القروي نتمنى الفترة اللي جاية يمكن يعني من أيام قليلة جدا خد قرار أو طلع قرار إن الأعداد بدأت تزيد شوية في الحضور الجماهيري ووصلنا إلى 20 ألف متفرج مثل هذه اللقاءات التاريخية والعلاقات الوطيدة أعتقد ممكن تسمح لنا قريب جدا اللي احنا نشوف في الاستادات والملاعب كاملة العدد ونشوف من تاني مباريات القمة بين الأهل والزمالك في استاد القاهرة بحضور 70 ألف و80 ألف ومتفرج ونشوف الحضور الجماهيري الكبير اللي كانت بتتميز به دايما القرى المصرية والملاعب المصرية في جميع الملاعب في القاهرة وفي المنصورة وفي الإسكندرية وفي الإسماعيلية يعني في كل الملاعب كنا بنشوف دايما الملاعب كلها ممتلئة عن آخرها بالجماهير نتمنى نرجع من تاني نشوف الحضور الجماهيري نشوف الأندية الشعبية دايما وأبدا القرى المصرية بتتقدم بالأندية الشعبية والأندية الجماهرية فنتمنى التوفيق ربي خلال الفترة اللي جاية للقرى المصرية وللرياضة المصرية دي كانت إطلالة سريعة على يعني كل الكواليس وكل التفاصيل المتعلقة بأزيز زيارة تاريخية وتلبية مجلس إدارة النادي الأهلي لدعوة نادي الزمالك ومن ثم كمان هناك دعوة من إدارة الاهلي لنادي الزمالك لزيارة قريبة جدا لمقر النادي الأهلي في الجزيرة خلال الفترة المقبلة